مع تزايد الحديث عن وقف الانروا للمساعدات المالية للفلسطينيين نسأل اليوم من هي المنظمات اللي تعنى باللاجئين والنزحين باللبنان باللبنان عنا منظمة الـ UNHCR والانروا الـ UNHCR هي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موجودة ب135 بلد أسستها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالعام 1950 لمساعدة ملايين الأشخاص اللي هربوا من الحروب الأمثلة كثيرة بس الأساس بالنسبة لألنا هو عدد النزحين السوريين باللبنان وتدعيات هذا النزوح من كل النواحي سؤالنا لمعالي الوزير عن أخطار هذا النزوح وعن عمل اللجنة أين أصبح عمل اللجنة معالي الوزير أخطار النزوح تكلمنا عنه كثير يعني الأعداد الموجودة باللبنان التي تقطت المليونين ومئة ألف مقارنة بحجم لبنان وعدد سكان لبنان هذا العدد منه موجود بولا أي دولة بالعالم الـ UNRCR اليوم مع وزارة الشؤون ومع وزارات أخرى طعنى بموضوع النزحين السوريين أكيد عندنا ملاحظات كثيرة هذا الموضوع بالضوحة أما بالنسبة للجنة اليوم وزير الخارجي أخذ على عدقه اللقاء مع السورية عمل الزيارة وبوجود الأمن العام الـ UNRCR سلمت الداتا للأمن العام عم يصير يوم تحليلة وعملية الأبدات ولكن كل هذا الملف بموضوع الاستجابة الإنسانية وبموضوع الحوار بعودة السوريين بطيء وبطيء جدا نعم رح تبقى معنا معا للوزير رح نحكي عن ملف الـ UNRWA بالانتقال للـ UNRWA تأسست عام 1948 فوضتها لأمم المتحدة مهمة تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للاجئين الفلسطينيين بمناطق الضفة الغربية، شرق القدس، قطاع غزة، الأردن، لبنان وسوريا مثل ما عم نشوف بالخريطة بدأت الـ UNRWA عملها بالفعل عام 1950 بتوظف أكتر من 700 ألف لاجئ فلسطيني بالدول اللي ذكرناها بلبنان أكتر من 250 ألف لاجئ بيعتمد على الـ UNRWA اللي بلغت ميزانيتها هيدا العام 1.6 مليار دولار ومنشوف كيف استفادوا من خدماتها بهيدا الخريطة من هنا منسأل ومنشوف الخوف على مصير اللاجئين الفلسطينيين بلبنان وبالتالي على لبنان من أي نعكسات أمنية واجتماعية فهل من خطة لدى الحكومة؟ برجع لك مع الوزير هل من خطة لدى الحكومة؟ هل نحن فعلا متنبهين للخطر المحدق في حال توقفت هذه المساعدات؟ أول شيء يعني ما نازل من شيء لدى البلف ونعطيه للدول اللبناني هيدا بلف إجاء على لبنان لاجئين فلسطينيين واليوم الأمم المتحدة أخدتهم عبر السنوات بمسؤوليتها هناك خطة دولية لتلزيمنا ملف النازحين السوريين وملف الفلسطينيين ولكن علينا أن نتنبه لبنان هذا البلد الفقيري اللي اليوم مرضانا بالسرطان نحن ما عم نأمل لهم الدواء الفقراء ما عم نقدر نأمل لهم برامج حماية اجتماعية هناك خطة دولية لتلزيمنا هالملفين لبنان لا يكافأ بهذه الطريقة علينا نعرف أنه إذن الأنرواد وقفت وهذا اللي عم نتابعه أنه بأذار ما في تمويل أول شيء لازل نعرف أنه في 3500 موظف بلبنان عنا بحدود 250 ألف بيستفيدوا من الخدمات 200 ألف أدوية وخدمات صحية 40 ألف طالب بعدين بـ 12 مخيم في موضوع النفايات ما رح نأمل قدامها الانفجار قدام هذا الواقع هناك يعني قدام هذا الواقع علينا أن نشرح وعلى يكون في تحرك على مستوى وزارة الخارجية على مستوى رئيس الحكومي على مستوى الحكومي تحرك خطير وخطير جدا أن ينزد الملف على لبنان وهذا الملف لا يقارب بطريقة تدوير الزوايا هذا ملف يقارب بطريقة أما سيادة أما ما في سيادة فعلينا أن نفهم هذا الموضوع وهذا كان لازم يكون على جدوى الأعمال مبارح بجلسة مجلس الوزراء مش على جدوى الأعمال نقاط تاني بتفوتنا بإربكات دستورية ومشاكل داخلية في لبنان فالموضوع خطير وعلينا نعرف أنه هناك خطة دولية للسنة في 88 ألف عائلة سورية كمان شلوهم عن اللايحة بنفس الوقت في عنا 75 ألف عائلة خفضوا التمويل لألون من الأسر الأكثر فكرا 80% هناك عدم استقرار بكل هذا عدم التمويل عدم استقرار عند السوريين عند اللبنانيين وعند الفلسطينيين لبعدين نفرض شروطنا وأكيد الشروط هي التوطين والدمج داخل لبنان على أمل منوصلة شكرا مع الوزير لحضورك معنا أمام هذا الواقع إذن ما قلنا إلا ننتظر على أمل لأي يكون التهديد بوقف هذه المساعدات من باب المزايدات والضغط السياسي لأكثر أكثر